هي كان من بين المهرجانات الهامة اللي كانت مقامة خلال الفترة اللي فاتت مهرجان القاهرة للفيلم القصير اللي اختتم دورته الرابعة بمشاهدة لكثير من الفعاليات ما بين عروض أفلام وندوات وتكريمات أيضا ومناقشات يمكن كانت مناقشات ثرية ما بين صنع المحتوى تحديدا في هذا المجال الفيلم القصير ومنها ندوة تكريم المخرج يسري نصر الله وأيضا ندوة تكريم المخرجة والمنتجة مريان خوري مش بس كده ده كمان الفيلم المصري صاحبتي حصد العديد من الجوائز خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه الدورة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير في نسخته الرابعة وأهم ما شاهدوا من فعاليات من خلال ضفتنا من ناقضة الفنية دعاء حلمي اللي منورانا في ستوديو سبع الخير يا مصر سبع الخير يا سيد دعائنا نحن نتكلم على نسخة هي الرابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير يمكن المهرجان في الثلاث نسخ الأولى كان مهرجان إقليمي وتحول إلى أو أخذ الصفغة الدولية في نسخته الرابعة أهم ملامح النسخة الرابعة تبعتها إزاي بأعين الناقضة بقى الحقيقة كانت مفاجأة هيلة مني من الحضور الجماهيري مش بس المهتمين بالسينما لأنا اكتشفت كمية شباب طلاب جامعات طلاب المعاهد الفنية طبعا الحقيقة القاعات كان بتبقى مليانة وده شيء غريب يعني كان بالنسبالي أنا مش الناس بتحرص أكتر على متابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي هو كل سنة بنحرص على متابعيته لكن الحقيقة إن نتابع نوعية دي من الأفلام لأ كان فيه إقبال شديد جدا وطلبة المدارس لأنا اتفاجأت إن الناس مهتمة والناس حابة إنها تحضر حاجة زي كده فكرة بقى مشاركة عدد كبير من الأفلام 53 فيلم والناس بتتنافس على حضور إيه الأفلام اللي ينطقوها عشان ويرشحوها البعض فكرة إن حاليك زي ما أنت بتقول بدأنا نعمل إن هي تبقى مسابقة دولية والحقيقة إن ده إدارة المهرجان ناس بتقدر السينما والناس بتفهم في السينما سواء ناقد وحيد صبحي أو محمد أحمد النبوي الحقيقة إن مجهودهم كان واضح السنة دي من ناحية التنظيم من ناحية التنسيق من ناحية كمان تعرف المهرجانات دي اللي هي بتبقى نوعا ما على الهامش أو ما فيش اهتمام كبير بيها فبيبقى التمويل نوعا ما تخدش الزخم المطلوب زي ما بيحصل في المهرجانات الكبيرة بالضبط فالحقيقة إن الدورة السنة دي أعتقد إنها كتت موفقة بشكل كبير جدا يعني طيب أهم الأفلام اللي كانت مشاركة في المهرجان إيه هي وحريك قلت دلوقتي إنه المهرجان كان نسخة ناكحة جدا جدا هل إحنا النهاردة بنتكلم على إن الناس يمكن يبدأ عندها وعي بأهمية الأفلام القصيرة شوية ولا إيه يعني حكينا ليه شفتي الأقبال ده السنة دي بالذات هو الحقيقة زي ما حكي بتقولي واضح إن السيني ما بقى عندنا فيها مشكلة يعني فكرة إن أنا أدخل أقطع تسكرة وتفرج على ساعة ونص أقطع تساعة ونص واضح إن السوشيال ميديا عليها عامل فكرة إن إحنا بقنا نبص على حاجات الصغيرة الفيديوهات القصيرة حاجات السريعة كبرنا قوي تلت دقايق أربع دقايق عايزين نتفرج فكرة كمان الموبايلز والناس سهلت شوية فكرة إن أي حد بيعمل فيلم ويرفعه ويعمل له أبلود ده خلى الناس واضح إن لأ أنا عايز أثبت نفسي فيلم القصير بنتكلم في ماكسموم ربع ساعة أطبط بالضبط يعني أحيانا 19 دقيقة مثلا زي فيلم صاحبتي كان هو مثلا ده أطوالهم وبرضو قهوة فريال المشاركة المصرية كمان ومشاركة المخرجات تحديدا لا واضح إن إحنا راحين لنوع السينما بالشكل ده الشباب ما بيحبش يعني بيحب يتفرج في البروجرام ما يتفرج على خمس ست أفلام أحسن مروح مثلا فيلم واحد ويطلع مش حلو ويطلع من نصه أحيان بيبقى فيه مط في الأحداث يعني ده حي ده حيانا ما بقناش نستحمل أحيانا في المسلسلات رمضان فكرة مط في الأحداث عشان يبقى عندي 30 حلقة تكفي التلاتين يوم أصبحت المسلسلات حتى كمان اللي بنشوفها اللي هي تسع حلقات خمس حلقات عليها أقبال أكبر ده حيان فعلا هو عصر السرعة اللي احنا عايشين فيه ما بقناش نستحمل فكرة إن احنا المتابعة الشغوفة اللي زي الأول لا بقى عندنا فيه واضح إن احنا هنروح لمشكلات أكتر إن احنا هنحاول نقلل حتى الديوريشن بتاع الفيلم السينما الطبيعي وحتى المسلسلات زي ما حاجبت تقول الناس ما بقاش عندها وقت إن أنا تابع كل كم ده من الدراما والإقاع عن ما بقاش فيه فبتالي إن الأفلام القصيرة لا هتلاقي صدى أكبر من كده كمان وفكرة مشاركات المهرجانات الدولية بقى فيه أفلام بيبقى عينها على المهرجانات الدولية فأنت كمان إن أنت تخش في المجال المنافسة ده وتعمل كمان مسابقة نسخة دولية وفيجي لك مساهمات من الدول برا إنهم كان عندنا تمن أفلام من 53 فيلم فده عدد مش لا بأس به يعني وبالذات إن دي دورة أولى تعتبر كدولي فبالتالي إنت بتشجع الناس إنها كمان تشارك في ده فبالذات إن كانت عندنا أكتر من مساهمة كمان من الدول العربية كمان من مساهمة واضح إن صناعة السينما المستقلة اللي هي بالشكل اللي إحنا شايفينه ده نسحب بينها برا كمان يعني سواء في الصومال كان فيه فيلم جايد جدا السعودية كان فيه فيلم أرجيحة كان فيلم برضو لمخرجة سعودية برضو كان هايل فبالتالي إنت لأ واضح إن إحنا راحين لمنطقة بتاعة السينما اللي بجد يعني السينما اللي بتتكلم سينما بجد السينما الوقعية أو الحياتية تحديدا بالضبط وتحديداً الفيلم المصري كمان كان فيه عندنا زي ما قلنا فيلم صاحبتي واخد أربع جوائز إلهام صفية دين البنت اللي هي بنت أختي إلهام شاهين يعني بس البنت قد كده مبشرة وقد كده جميلة وقد كده واسقة من نفسها كمان مارك حجار الشاب برضو اللي هو البطل اللي قدامها الأفلام الوقعية القصيرة بتلفت نظر الصناعة حتى لإن فين جون جايين فبقيت كمان زي ما نقدر نقول مفرخة للمواهب الشابة المخرجة كاوسر يونس تجربتها الإخراجية التالتة للأفلام الوقعية القصيرة قد كده قدرت تلفت النظر لده وقد كده أن مونتير كبير أو مخرج كبير زي خلد مرعي يمنتج لها الفيلم بتاعها لهو مدته 19 دقيقة فده معناه أن الموضوع لفت نظره حيال الموضوع فعلا حلو برضو فيلم درامز كان برضو فيلم مصري مساهم بشكل كويس والكواليتي عيلة قهوت فريال برضو لف مهرجانات كتير وخات جوايز كتير ففيه حينى منطقة محتاجة يتصلط عليها الدق يعني ليه لقى أن يتعرض أفلام رواية قصيرة على التلفزيون ليه لقى ويبقى هوا ده ونعمل حتى ولو سبع يعني عفوا نهو ده اللي الناس عايزة تشوفه الحقيقة النهاردة بقينا حتى على نات يعني أي منصة خلينا نقول أي منصة واضشة وإحنا عايزين بنتفرج إحنا عايزين بنقلب أنا حتى المسلسل الحلقة النص ساعة أنا مش عايزة قضايا النص هذه من غير مشوفة بتاعها أو وصفها إيه إنه هل أنا النهاردة هبقى حب أتفرج على ده ولا لأ كلنا حابين إن إحنا نقلل المدة دي أكتر الأفلام من جنسيات يمكن مختلفة اللي انت وقفت عندها قلت يعني إيه الصناعة دي الفيلم الأردني أظن إن هو كان عامل صدى لطيف جدا بذات البنت السورية اللي خدت جايزة برضو إنها بنت طفلة صغيرة أنا تأتي بشر سنة يسمعها حاجة بلاسم بس الإسم نفسه لطيف عشان كده حافظته بس هي البنت كمان حلو إن انت تدي حاجة جايزة كمان لطفلة صغيرة لأ المشاركات العربية كانت هيلة فأنتي أظن إن إحنا رايحين لمنطقة شفنا تفرجنا على وهي دي ميزة المهرجانات السنوائية يتفرجي على حاجات من دول مختلفة من ثقافات مختلفة بتعملي سبوت على الناس دي عايشة إزاي كان في عندك برضو الفيلم السوري كان فيلم جايد جدا لأن أسميهم كمان أسميهم بتبقى صعبة شوية أحيانا كتير واحد ببقاش فاكر أسامي الأفلام بس الفيلم السوري كان بيتكلم على فكرة اللاجئين وكان فيه فيلم فلسطيني برضو يعني أنت بتشوفي مشاكة مشكلات الدول دي من خلال أفلام ومن خلال حاجات مكتزقة وحاجات مكسفة دراما مكسفة بس الاسبوت ده بيفهمك القضية هنا عاملة إزاي وقد إيه حساسة وقد إيه شائكة فالحقيقة أن كانت المشاركات لطيفة أنا عجبني كمان فكرة أن أنت عندك المخرجات المصريات إحنا واضح أن إحنا برضو يعني زي ما حقيقة قلت فكرة تكريم ماريان خوري صانعة سينمائية كبيرة وفكرة أن يبقى فيه مسابقة باسم عزيزة أمير فبالتالي أنت بتهتم بالمخرجات فبرضو عندنا أكتر من مخرجة لفتوا الأنظار ليسا مخرجة فيلم درامز أو كاوسر يونس في صحبتي أعتقد أن إحنا السينمائيات المستقلات هيعملوا بعد كده فيه تغيير كبير في شكل السينما نحن مستنينها تمثل مصر ويمكن هو ده اللي بيخلي فيه إقبال تحديدا على صناعة الأفلام القصيرة لأن الأفلام القصيرة ما هي إلا توثيق لحالة مجتمعية توثيق لحاجة يمكن أي شخص عاشها لكن عينيه ما عملتش فوكس على القضية دي بشكل ما فهو بيجي صانع المحتوى أو المخرج اللي هو يعمل ده وأعتقد هو ده اللي خلى كمان شركة المتحدة الخدمات الإعلامية اللي هي تطلق أول قناة وثائقية لها تحت قيادة طبعا رئيس قطاع الوثائقيات الإعلامي أحمد دادريني والقناة الوثائقية دي هتكون يعني مديرها أو رئيسها زي منا الكبير المخرج شريف سعيد أعتقد هي حالة وهي انتبهت أن الوثائقيات أصبح عليها شغف حذيك قلت حاجة مهمة أوي لفتت نظري أن الطلبة كانوا مشاركين في العروض وبيتفرجوا ليه طالب يتفرج على فيلم وثائقي ويعزف عن السينما تحديدا شايف دالي من وجه النظر عشان فيها حرية إبداع وفيها سقف مفتوح وفيها هو بيطلق عنانه أنه هو الجملة اللي عايز يقولها بيقولها مش محكوم بقى بمقايز تجارية وأصل الرقابة وأصل مش عارف إيه فأنت بتطلق الحكاية بشكل كبير المناقشات كمان برغم اختلاف الأفكار يعني كان فيلم صاحبتي تحديدا فكرته شوية جريئة أنه شاب بيضطر أن هو يتنكر في زي امرأة عشان يروح يشوف صاحبته في بيتها فبالتالي أهلها فاكرين أن هي بنت فحطت ميكاب وحطت حاجاته فهنا الفكرة صادمة فأنت كل الناس بتتفرج وكأنها تتفرج وانا الحرب من قتل آه فيعني تحيز أن انت إيه تبدأ لو حصل في بيتي تبدأ لو حصل مع بنتي طب أنا هعمل إيه فكرة جريئة زي دي وهو مدة الفيلم اللي هو الوان نايت يعني هو ليلة بتنشوف فيها مشاعر البنت والولد عمينيه إزاي وهم اتنين حاطين ميكاب وهم اتنين في حالة المفروض أن المجتمع راضي عنها لأنه هم شايفين أن واحدة بيت عن صاحبته بس تحت السطح في إيه وبينقش إيه وكسر المألوف والعداد والتقاليد اللي احنا تربينا عليها مع المتغيرات اللي موجودة حوالينا بالزبط فأنت هنا بقى فكرة إيه أن كل حاجة تلامها تحت السطح تمام إحنا تمام وحكاية آه لطيفة جدا لكن هل ده حقيقي هل ده واقعي هل ده بجد أن منتهى الصدق أن فعنا البنت بيت عن صاحبته ولا لأ فشوف جملة زي دي تخلي الجمهور الحقيقي أنا كنت مديري نادوتر لمنقشة الفيلم ده ومعايا أربع أفلام تانية لا الفكرة كانت صادمة لدرجة أن في ناس كانت معطردة لا ده ما بيحصلش عندنا لا ما كانش ده لازمة المشهد ده لا ما كانش فالمخرجة بقت منفعلة جدا أنت قولها ما إحنا مش متقبلين ده كجمهور أنه حد أو اثنين معطرد على أن إحنا نناقش فكرة زي دي لا إحنا ما كناش نناقشها في الأفلام الرواقية القصيرة أو زي ما حاك قلت أن إحنا نشوف ده على قناة بقى أن إحنا كل الناس المهتمة بدا فدي فكرة عبقرية أن إحنا نضم بقى عندنا للجمهور اللي متعطش لنوع مختلف من السينما ونعمل له قناة مخصوص ويبقى فيها مش بس أفلام وسائقية تتكلم عن مصر وأماكنة تراثية وأماكنة سياحية والحضرية وما إلى ذلك لأ كمان يبقى عندنا حتى الأفلام اللي هي زي ما بنشوف بره في أي قناة زي ناشنال جيوجرافت مثلا ميزانيات مليارات من الدولارات بتكرس لعالم الحيوان لو إحنا كنا زمان بيقدمه برنامج عالم الحيوان وكان الناس كلها يوم الجمعة بتستنى لبرنامج ده تعمل له قناة مخصوص معمول له قناة مخصوص ومعمول له أحدث الكاميرات وتصوير مبهر وحاجة عظيمة أنا بس أحبك كمان نتكلم عن يمكن كان فيه مشاركات لأفلام مصرية تانية كان عندنا لا هو ميلي كانوا تقريباً 8 أفلام فما كانش نسبة المشاركة المصرية كانت قوية يعني لكن أكتر أربع أفلام هما اللي حصدوا الجوائز اللي هو درامز وقهوة فريال اللي هو صاحبتي وكان فيه فيلم رابع كمان حصد عدد من الجوائز بس كانوا دول التلات أفلام اللي أكثر اهتماماً من الناس كلها بصراحة يعني فعلاً حقيقة القاعات كانت مليانة جداً لاختلاف فكرتهم وزي ما قلنا أن أنت بتقدمي فكر تازج فالتزاجة دي هي اللي احنا محتاجين لها يعني يعني أعتقد النسخة الرابعة لمهرجان القاهرة لي الفيلم القصير هي بتبشر بتبشر أن احنا عندنا صنع محتوى عندهم قدر من مواجبة المتغيرات اللي موجودة استخدام التكنولوجيا التصدي لظواهر اجتماعية حقيقية وعدم اللي احنا بقى يعني زي ما بنقول بنحط رصنا ونستخبى من هذه الظاهرة لا 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 أصلاها غير مألوفة ولا تشابه المجتمع ولا عادتنا ولا تقاليدنا لا احنا أصبحنا بنتصدى وبنواجه الفكر بالفكر وبنوثق لده وتعالوا نقعد على طاولة نقاش زي ما حيك قلت بتديري النسخة أو بتديري المؤتمر الصحفي الخاص به هذا الفيلم أعتقد ده منتهى الانفتاح ومنتهى الجرأة للتعامل مع القضايا الحياتية المجتمعية احنا بنشكر حيك على أي حال طبعا وعلى وجودك معنا الناقضة الفنية دعاء حلمي يعني كنت ضيفة عزيزة كريمة خفيفة علينا على الصبح بنشكر حيك على وجودك معنا في صباح خير اشتركوا في القناة